اصلح مشكلة انحشار الورق في وحدة تغذية المستندات عندما تعرض لوحة التحكم الخاصة بالطابعة رسالة خطأ انحشار الورق في وحدة تغذية المستندات. افحص وحدة تغذية المستندات للعثور على الورق المنحشر. اخرج الورق من درج وحدة تغذية المستندات ثم ارفع غطاء وحدة تغذية المستندات. قم بإضاءة منطقة وحدة تغذية المستندات وأخرج الورق. اذا كانت الوحدة ممتلئة فارفع لسان وحدة تغذية المستندات من الجانب ثم اخرج الورق. اخفض لسان وحدة تغذية المستندات ثم ادفع الغطاء لأسفل حتى يستقر في مكانه. ارفع درج وحدة التغذية بالمستندات قم بإضاءة المنطقة الموجودة أسفل الدرج وأخرج الورق ثم أعاد الدرج إلى مكانه الأصلي أعيد تحميل المستند الأصلي في وحدة تغذية المستندات وقم بمسح المستند ضوئيا في حالة استمرار ظهور الخطأ تابع إلى الخطوة التالية قد يتسبب الغبار والأتربة الموجودة على لوحة الفصل وبكرات التلقيم في حدوث حشار ومشكلات في تغذية المستندات قم بتنظيف لوحة الفصل وبكرات التلقيم للمساعدة في حل هذه المشكلات قبل التنظيف أحضر قطعة قماش خالية من النسالة ومياها مقطرة أو معبأة في زجاجة اضغط على زر الطاقة لإيقاف تشغيل الطابعة ثم افصل سلك الطاقة عن الطابعة ومصدر الطاقة يجب عليك فصل سلك الطاقة الخاص بالطابعة من مصدر الطاقة الخاص بها لتجنب الإصابة أو إتلاف الطابعة أخرج الورق من درج وحدة تغذية المستندات ارفع غطاء وحدة تغذية المستندات ثم حدد مكان لوحة الفصل وبكرة التلقيم بل القطعة قماش خالية من النسالة بالماء وعصرها لإزالة أي بقايا نظف لوحة الفصل بقطعة قماش لإزالة أي تراكم أو غبار نظف البكرات بقطعة قماش عند الانتهاء من تنظيف الجزء قم بتدوير البكرة لتنظيف سطحها بالكامل اترك البكرات تجف لمدة عشر دقائق ثم اغلق قطاء وحدة تغذية المستندات أعد توصيل سلك الطاقة بمصدر الطاقة والطابعة اضغط على زر الطاقة لتشغيل الطابعة أعد تحميل المستند الأصلي في وحدة تغذية المستندات وقم بمسح المستند ضوئيا إذا استمرت المشكلة فقم بصيانة الطابعة اتصل بشركة HP للحصول على خيارات الخدمة والضمان ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة